بعد سنوات طويلة من الإهمال ضربت كل مرافق المدينة الرياضية في بنغازي كان نتاجها خراب أحد أبرز وأعتق المنشآت الرياضية في ليبيا سنوات طويلة تخللتها العديد من المبادرات الداعية لإعادة ترميمها لكنها لم تكن سوى بعض التعليمات التي قيدت بحبر على ورق تبعثر مع مرور الوقت سكان مدينة بنغازي دائما ما ينظرون بعين الحسرة على هذه المنشآت الرياضية الضخمة التي كانت يوما ما حاضنة لهم لكنها اليوم ليست سوى مكان محطم يزوره سكان المدينة أحيانا لمزاولة رياضة المشي أو الركض ولم يبقى لهم سوى مجمع سليمان الضرات الذي ورغم ما طاله من إهمال إلا أنه لا يزال جيدا وقادرا على استيعاب الجماهير واحتضان المباريات ولكن ربما الآن ستتغير الأوضاع بزيارة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله ثني إلى المدينة الرياضية والذي بدوره أعطى تعليماته ببدء صيانة الفورية لهذا صرح الرياضي العتيق على أمل أن تكون تعليمات ثني كفيلة بعودة الحياة إلى المدينة الرياضية في بنغازي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة